ما ليش دعوا بكل اللي بتقولوه ده؟ ان شاء الله ينسحب كلهم ما يفضلش غير الحزب بتاعنا المهم الدستور يخلص ويطلع للنور اللي لادي شغالين علي سيادتك وان شاء الله يطلع زي ما احنا عايزينه واحسن كمان احنا في حضانة كل شوية واحد يقول لنا منسحب ناس حزو النور كمان يقول لنا منسحب لا ما تلاش يا دكتور دوله اكتر ناس هيفضلوا بس بمناسبة حزب النور حضرتك ناوي تعمل اي بكرة في حفلة تنصيب البابا السلفين طلعوا فاتوا بتحريم المشاركة السيد الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية الذي اوفد منذوبا عنه السيد السفير محمد رفاعة طهطاوي وكل السادة المسؤولين ممم كنا مترحنين علي ايه بقى يا ساتر خلاص بقى ما تزعلي عزمك على عشان مهار خلاص مرسي البابا تبدروسي الثاني بإلقاء الكلمة عوضا عنه موريس من فضلك انا مش عايز اوليد هنا ارجوك احترم رغبتي حاضر حاضر اري ما تاخدنيش على عدة عالي طب نعمل ايه اكتر من اللي احنا عملناه قدمنا الوراق وادين عاديم مستنيه الموضوع صعب ومسهل نوصل الناس اللي نعرفها مقدمين غير الناس اللي احنا ما نعرفهاش لازم واسطة غير اني حاسة انك اصلا مش عايز اه يا ايريني انا مش عايز بصراحة مش عايز انا حاسة ان احنا كده بنهرب ليه بص لا كده ليه مش هايفة ان احنا بنحاول انقذ نفسنا موريس انت عارف يعني ايه رئيس الجمهورية ما يحضرش حاجة مهمة زي تنصيب البابا يعني مش شايفيننا عايز تستنى ايه مهم لغاية ما يجروا ورانا في الشارع ويقتلونا طب لو مش خايف علي وعلى نفسك مش خايف على ابنك يا ستي خايف عليه طبعا خايف عليه بس انا مش شايفة الصورة سودة اول كده الجواب بيبان من عنوانه يا حبيبي والعنوان واضح وباين زي الشمس اسمع كلامي حساب ده اني اسعى في موضوع الهجرة ده موريس من فضلك انا خايفة حاضر ارمي حاضر ان شاء الله مش هتولدي هنا اشتركوا في القناة 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 شكرا